قرر مجلس الولايات الألمانية تقليص قيمة الضريبة المضافة على توصيلات الغاز الطبعي والتدفئة المركزية اعتباراً من أكتوبر الجاري لتخفيف العباء المالية عن كاهل المستهلكين الألمان هذا ووافق المجلس بشكل نهائي على قانون يقضي بتخفيض مؤقت في الضريبة على إمدادات الغاز ووفقاً لذلك سيتم تخفيض معدل الضريبة مؤقتاً من 19 إلى 7% بسبب أزمة الطاقة ترجمة نانسي قنقر